أو يعرف العالم ما حل بنا من دمار وقهر وحيف وظلم تعالوا معنا لنستمع سويا ففي مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام أقدم داعش على ارتكاب جريمة كبرى تقشعر لها الأبدان بحق أبناء نينوى ألفان وسبعين شخص يقتلهم بيوم واحد وبأساليب مختلفة ومن ثم ينشر قوائما بأسمائهم علقت في التقاطعات والجوامع آنذاك أما جثتهم فذهبت إلى مكان قبحهم الخسفة التي كانت بمثابة مقبرة جماعية لعناصر التنظيم يخفي فيها بشاعته بحق أبناء المحافظة العزل كل هذه البشاعة جرت في يوم واحد فما بالكم بالقصص الأخرى التي وقعت بحق أبناء نينوى طوال ثلاثة أعوام من خرافتهم المزعومة فهذا الحي في أيمن الموصل وادي حجر الحي العصي العنيد بشبابه أزهق داعش أرواح أكثر من سبعمائة شاب من سكانه دون رأفة أو رحمة أما قديمة الموصل فجرحها غائر وقصصها مع التنظيم الإرهابي لا تحصى ولا تعد أتحديدا في معارك التحرير فقد كان أهلها بمثابة دروع بشرية من يهرب منهم يلاحقه أزيز الرصاص من كل حدب وصوب فيرديه قتيل أما منازلهم فدكت مع الأرض وذهب ما يقارب عشرون ألف منزلا ضحية هذه الحرب الطاحنة ومع كل هذا الذي جرى بحق أبناء نينوى لم ينصف أصحاب القرار أبناء المحافظة لا عوائل الشهداء ولا المفقودين ولم يعوض أهلها المتضررين من الحرب ولم يتفاعلوا حتى إعلاميا بحجم ما جرى لها من ويلات وجرائم ولسان حال أبناء الموصل يصرخ بوجوههم ويحكم أهذا دم أم ليس دم من الموصل أحمد جفال قناة دجل الفضائية ترجمة نانسي قنقر